هنا في الستوديو كنا نتحدث قبل قليل حول المعارك والفرق هنا نتحدث عن جزء يعني تنجح القوات العراقية قوات مكافحة الإرهاب من صد هجوم لداعش في محافظة صلاح الدين وتخسر القوات العراقية أو الحكومة العراقية مناطق في الأنبار ما الفرق بين الأثنتين؟ هناك فرق خاصة في يومنا هذا يعني اليوم في بي جي أو في مناطق حول منطقة تيكريت تختلف عن المناطق الموجودة الآن في الأنبار الآن اشتباق قريب في الأنبار الآن مسافة ما بين داعش والقوات الأمنية لا يتعدى 50 إلى 150 متر هنا إذن تم شيل حركة الطيران أي إسناد جوي خريب الآن لا يمكن أن يقوم بأي عملية في منطقة الرمادي خاصة الرمادي يتحدث في منطقة الرمادي أما في صلاح الدين فتختلف الوضعية الآن الأرض مفتوحة الأرض ممسوكة بيد الحكومة نعم هناك بعض الهجمات لداعش خاصة قبل قليل كان هناك من منطقة المحزم إلى ناحية العلم هناك تعرض من قبل داعش للقطعات العسكرية هناك بعض المناطق في المزرع الشرقات في مناطق كثيرة حتى حوالي المصفى بيجي هناك عدد معارك أنا أتفق مع سيد حمزة بأنه بدأوا العمليات أو إعلان العمليات في الأنبار ولم يكون هناك أي استعداد لهذه العمليات لنسمع بعد ذلك سنرسل سلاح سنرسل تعزيزات حتى لو كان السلاح يعني عندما نتحدث عن إرسال السلاح هذا السلاح لا يكفي لمواجهة تنظيم كتنظيم داعش يعني الجميع رفع من شأن الحجد الشعبي وخفض من سمعة أبناء العشائر والسبب هو واضح والجميع لا يتحدث حتى في البرلمان الحجد الشعبي لديه تسليح خارجي لديه طائرات مسيرة لديه صواريخ أرض أرض لديه راجمات لديه أمبوبيات لديه أسلحة فتاكة يعني حتى وصلت إليه صواريخ في المدة الأخيرة ضد العجلات المنفقة حتى المناطق التي نجحت القوات العرقية باستعادتها يعني لم تستطع إخماد أي جبهات للحرب بشكل نهائي يعني هناك إذا ما سيطرت واستعادت السيطرة على منطقة وإنما تتفاعل ويتم هناك هجوم تشكيل وحدات لإطارد القوات العرقية من جديد تحادث عن تكريت نعم في تكريت تختلف أو في صلاح الدين تختلف كان هناك عمليات الأرض المحروقة يعني القوات الأمنية بالإضافة إلى حج الشعبي قاموا بعمليات حرق الأرض المحروقة يتم حرق الأرض بالكامل طبعا قبلها يكون هناك بعض المنافذ لخروج المدنيين وبعدها يتم حرق هذه الأرض بالكامل بالمدفعية بالصواريخ بالطائرات بكل الأسلحة النارية الموجودة لدى القوات الأمنية والحج الشعبي أما في الأنبار الآن من الصعوبة أن تجد من يقاتل هناك ويعمل بمبدأ الأرض المحروقة لأن الآن الرمادي ما زالت هناك كثير من عوائل موجودة داخل المنطقة والاشتباق قريب ما بين تنظيم داعش والقوات الأمنية وأبناء العشائر لذلك لا يمكن صد تنظيم داعش ما لم يزج بأفواج وخاصة من الشرطة الاتحادية لأن فقط الشرطة الاتحادية هي من قادرة على الوضع الآن أستاذ حبزة سؤال الأخير هنا متعلق بما بدأنا به من خلال تحميل مسؤولية ما حدث في محافظة الأنبار إلى رئيس مجلس محافظة الأنبار هذه الاتهامات المتبادلة وتحميل المسؤولية عن ماذا ينم؟ ألا ينم كما يقول بعض المراقبين أن هناك تفكك في الموقف العراقي بعكس ما يقال أن هناك وحدة الصف العراقي لمجابهة خطر داعش نعم هذا الكلام صحيح هذه الاتهامات ليست فقط على صعيد الحكومة المحلية أو حتى على صعيد البرلمان مثلا القوى السياسية الآن تحدثنا حتى على صعيد القوى السنية الممثلة في البرلمان تجد هناك خلافات بينها تنعكس على الأرض وهذه مشكلة في الحقيقة يعني يجب الآن أن يتوحد الجميع نضاف إلى ذلك أن رئيس مجلس محافظة الأنبار أو المحافظة أو غيرهم المسؤولين هم مغلوب على أمرهم أيضا بسبب قلة التسليح القيادة العسكري لزل بيدهم العشائر التي ينتمون إليها مستعدة للقتال ولكنها لا تملك الأسلحة أنا أتفق مع الأستاذ زياد في أن الحجد الشعبي مثلا في صلاح الدين لدي أسلحة ثقيلة وفتاكة ومتطورة وهناك مساعدات جاءتهم من إيران بطريقة استثنائية وبالتالي حقق نتائج إيجابية الآن في الرمادي العشائر لا تريد سوى نصف أو أقل من نصف هذه الأسلحة تقاتل لأن هناك رجال مستعدون للقتال ولكن تقصم الأسلحة وبالتالي عندما يتحدث رئيس مدلس المحافظة يمكن لشخص آخر قيادي آخر في كتلة أخرى ضمن نفس المكون يعارضه لأنه هناك تبدأ عمليات التسقيط السياسي وهذه لأسف واحدة من الأمور التي يتحمل مسؤوليتها الجميع وهي التي أدت بالنتيجة إلى وصولنا إلى هذا المرحل التي نعيشها الآن عندما تمكنت داعش من التمدد في حوالي ثلث مساحة العراق أو أكثر